ويسرقوه ولكن هل يمكن القول أنه نعفو المعنى كراسيكي لتجسس أنه كان دولة تجسس على دولة مثلا لمصالح معينة إغراض معينة هل معنى هذا أن التكنولوجيا اطورت بزاف وفرنا كل المعدات أنه الآن شركات تجسس على بعضها الأفراد يجسس على بعضهم الأصدقاء المهنيين يعني هل تجسس هذا الأصبح ظاهرة عالمية لكن بموازد ذلك أسألك أنت رجل قانون مثلا نحن في الجزائر أنت تعلم أنه كل يوم كانت تطبيقات جديدة وتطور علمي لازم يكون القانون الجزائري في هذا المنحة الخاص بمعالجة الجرائم الإلكترونية مارن ويتغير دائما يتغير مع تطوير التكنولوجيا يواكب لأن الناس المبدعون في التكنولوجيا رام هاربين على القوانين بواحد المئة سنة يجب أن يكون لك الذين يسنون القوانين على باقرة كذلك لا تقدرش عند القانون يوميا ولكن تقدر يوميا تبدل تطبيقها ويوميا تقدر تخترع عتاد لأنه نحن الآن رأينا نشوف الأمر هذه لأنا نخلوعين فيها لو كنتشوفهش كين عند الدول أخرى تبالك باللي تارك على باقي أنت باللي الفاكس كين دول الفاكس ما يعرفوهش كتوريل الفاكس كذلك ما يعرفوش لأنه بالنسبة لهم حاجة قديمة بزيف نحن رأينا هذه الأجهزة هذه صغيرة بالنسبة لنا كان أمور وجزئية بسيطة جدا 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 لأننا ربما الخيال تعني لا يدركوها لذلك نظل بأن القوانين باش تواكب صعب جدا صعب صعب يعني ما تكلمش من اللي جانت على القانون أنهم يومين يجتمعوا بحضور خبراء في التكنولوجيا ما يقدر شرج القانون وحده يحاصر هذا الظواهر وحده